أول ما حد بيسمع كلمة تعليم بيفتكر على طول الكتب والواجب والامتحانات ذكريات مش شرط تكون سعيدة لكل الناس أكيد أن التعليم مهم وبيفتح فرص كتيرة للناس أنها تحق أحلامها بس المؤكد أن التعلم مش مرتبط بسن ولا مكان أي حد ممكن يتعلم ويحسن ظروفه وأقرب مثال على ده قصة الأمريكي الكفيف دانيل كاش اللي قدر يعلم نفسه طريقة غريبة شوية علشان يرسم صورة ذهنية للمكان اللي حواليه اعتمادا على الصوت والصدق دانيل أو الرجل الوطواط زي ما بيسموه اشتغل على نفسه كتير علشان يستفيد من كل حواسه في أنه يتعرف بصرع على المكان المحب بيه حتى لو بيزوروا الأول مرة زي ناس كتير عانى دانيل في طفولته من ضعف جديد في النظر ومتعلكش وفقط بصره وعنده 13 سنة ومع الوقت لقى نفسه محبوس جوة مساحة معينة من الخطوات وأي تحرك يمين أو شمال لازم يعمل حادثة يوقع حاجة يخبط في حاجة أو هو حتى نفسه الكعبل العادي هنا إننا نقول ده طبيعي ما هو مش بيشوف لكن هو مرضيش بده دانيل اعتمد إنه لو أصدر صوت طرقعة بلسانه هيقدر من صدى الصوت إنه يرسم صورة ذهنية للمكان بحيث يعرف إن هنا في حيطة أو حاجة ما يخبطش فيها فبالتالي يمشي بمنتهى السلاسة وبالتدريب بقى ممكن ما تاخدش بالك إنه بيعمل أي شيء غريب إلا صوت الطرقعة اللي تعلمه دانيل ما كانش رسم على المية ولا تعاليم في الكبر ولكن حياة جديدة رسامها لنفسه وثقة في قدراته وعقله إنه قادر يتصرف لوحده ويحل مشاكله بنفسه